ترأس السيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القاروية والمياه والغابات بعين سبيت انطلاق الموسم الفلاحي 2021-2022. وعرف حفل انطلاق هذا الموسم حضور عام الإقليم الخميسات ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة وممثلي المنظمات المهنية للقطاع الفلاحي ومسؤولين مركزيين وجهويين بالوزارة. البذر المباشر هو برنامج طموح جدا وكيدخل في استراتيجية استعمال الممارسات وتقنيات الجيدة والتكنولوجيا التي تقاوم تقلبة المناخية وخصوصا الجفاف التي ولات بلادنا فيها واحد العنصر مهيكلة من المناخ. وتظل مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القراوية والمياه والغابات معبأة وتتتبع بشكل مستمر تطور وسير الموسم الفلاحي الحالي بتنسيق مع المتدخلين المعنيين كما يتم مواكبة الفلاحين من خلال عمليات القرب والاستشارة الفلاحية.